حلقتنا اليوم حنتكون عن جهاز المناعة كيف نقدر نقوي جهاز المناعة عنا إيش أنواع الأكل اللي منقدرنا كلها عشان تقوي المناعة بجسمنا كيف نقدر نحارب الأمراض اللي هي هلأ عم تكون أكتر إشي منتشر بسبب ضعف جهاز المناعة اللي إحنا عنا أول نوع من أنواع الأكل اللي بقدر أقولكم عنه هو فعلياً التومي التومي معروف أنه غني بمركبات الكبريت مركبات الكبريت من أكتر الشغلات اللي بتقدر تقوي جهاز المناعة وتحارب الأمراض اللي عم تصير فيه عنا بالجسم تومي والبصل من أكتر الشغلات المنتشرة ببيوتنا ما في أكل ما منحط فيها لا تومي ولا بصل حاولوا كتروا منها بالأكلات كمان وكمان عشان نقدر نقوي جهاز المناعة عنا الأكلات الثانية اللي إحنا منفضل إنه إحنا ناخدها الأكلات الغنية بالفيتامين سي مثل الحمديات بردقان وليمون مثل الكيوي اللي هي من أكثر الفواكل غني بفيتامين سي مثل البندورة اللي برضو غنية بالفيتامين سي فيتامين سي معروفة إنه هي فيها مواد مضادلة بتأكسد عالية جداً بتساعدنا على محاربة الأمراض تقوية جهاز المناعة وندير بالنا إنه مش بس ما نمرض قبل المرض كيف نقدر نحربها الإشياء الثانية اللي إحنا منفضلها ومنحب إنكم تاكلوها ليه فعلياً لبروكليز زهراء الملفوف هي من الأنواع الأغذية أو الخضروات الغنية جداً بالمواد المضادلة بتأكسد اللي برضو بتساعدنا على تقوية جهاز المناعة وتخفيف إصابتنا بالأمراض لقدام طيب بس هدول الأكلات ما في إشياء معينة إحنا منقدرنا كلها نقوي جهاز المناعة تعنا غير هيك اللبن بقدر أقولكم عنه هو من أكثر الشغلات اللي إحنا منفضل إنكم تاكلوها لأنه غني بالبروبيوتكس واللي هي بتنشط عندنا البكتيريا النافعة اللي موجودة بالأمعاء منها منقدر نساعد الجهاز الهضمي إنه فعالية نشتغل بطريقة طبيعية جداً نقلل من إصابتنا بالأمراض اشربوا مي ناموا كتير منيح قليلوا من السرس اللي موجود بحياتكم هيك منضمن إنه إحنا عم نقوي جهاز المناعة اللي عنا ديروا بالكم على صحتكم ورمضان كريم